حقيقة لا أحد يستطيع أن يعرف بماذا تفكر إيران الآن ربما حتى لا ترد ربما الرد يكون في البحر ربما من خلال الجبهات التي ساعدت في فتحها مثل لبنان وسوريا العراق اليمن هناك ويبدو لي إيران تريد أن تستثمر في هذه الأزمة ونحن نلاحظ القلق العالمي الآن في أوروبا وفي دول العالم من أن تتوسع هذه الحرب أوكرانيا وإسرائيل استنزفت القدرات العسكرية الأوروبية والأمريكية في مساعدات السلاح التي تقدمها أمريكا أن تكون هناك معركة أوسع في المنطقة هذا سيضر كثيرا بالاستقرار والاقتصاد العالمي لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما ما هو حجم الرد الإيراني وكيف يمكن أن يرد عليه ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تراقب الأوضاع عن كذب قد تخلت عن إرسال الرسائل إلى إيران لكن سيد هاني في ذلك السيناريو الذي ذكرته قبل قليل نعود هنا إلى الحرب بالوكالة وكان إيران اليوم تترك الساحة لبنانية والعراقية وحتى السورية ساحة مفتوحة لها للرد على إسرائيل وهنا نتحدث كما قلت حرب بالوكالة نعود هنا إلى السيادة العراقية والتحديات التي تواجه هذه السيادة كلها ضغوط اليوم بواجه العراق بكل تأكيد والعراق هو ساحة حرب منذ فترة طويلة وكما ذكرت قبل قليل قلت أن ردود الأفعال ضد القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية وضد إسرائيل حتى في المرحلة الأخيرة كانت تنطلق من عمليات على الحدود العراقية السورية وهذا ما يعني أن المنطقة كاملة والعراق بشكل خاص هو الذي سيتحمل نتائج هذا نحن نتذكر تماما عندما أرادت إيران أن تحارب إسرائيل قالت أنها قصفت وكر للموساد في أربيل وتضرر العراق كثيرا ولم يثبت ذلك أنه للموساد يمكن أن تتسع هذه الردود على الساحة العراقية بوجود قوات أمريكية أو بوجود دعاوة معينة تقول أنها إيران هناك مقر للموساد هناك مقر أمريكي وغير ذلك كل المنطقة الآن وأمريكا حذرة أساطير أمريكا كلها الآن في البحر المتوسط قرب بصر وقرب لبنان وفي البحر الأحمر أعتقد الساحة ساخنة جدا والسيد السوداني أمام فرصة ليست فقط للانتقال في العلاقات فقط وإنما امتصاص هذه الأزمة التي قد يدفع فيها العراق ثمن كبير اشتركوا في القناة